عايز أسألك على موضوع التوصيق أو العلامة الزرق حلو جدا هل أي حد ممكن يعملوه أو أي أكاونت أو لازم شروط معاه الموضوع ده ناس كتيرة بتسألني فيه لأن أكاونتاتي متوسقة فبتخش وصق لي مش عارف إيه بلاي حد عاد على الكرسي وبوسس كده يقول لي وصق لي وصق إزاي؟ هي فيه خدمات دلوقتي بفلوس يعني مثلا خدمة الميتا في ريفايد دي من الفيسبوك بتوسق الأكاونتات الشخصية في الفيسبوك والأكاونتات الشخصية في الانستجرام بـ 12 دولار كل شهر 12 دولار كل شهر دي لو أنت عايز تعمل بفلوس بس لسه مجادش مصر مش أي حد هيوصق هيبين برضو أن أنت موصق بمدفوع أو لا والسويتر معروف بكل شهر بـ 8 دولار أو واطف ولكن المشاهير اللي هم ليهم أخبار وبيطلعوا مثلا عملوا حاجات كبيرة والأخبار كترت عنها دي من شروط التوصيق أن يكون الناس متكلمين عليك يعني أخبار يعني كم خبر مثلا لا ما تحسبش كم خبر على حسب الجرائد الكبيرة اللي متكلمة عليك على حسب اسمك في العنوان صورتك موجودة يعني حد يبقى نجم المجتمع طبعا لازم يكون حد شخصية عامة معروفة بتتكلم في مجال معروف مثلا عارفين أن الشخص ده في المجال ده الفنان ده وهكذا بس فهي دي أهم شروط التوصيق اللي موجودة طب يعني لو حد مثلا مسجون أو حد كان عليه أي قضية وتنشر عنه أخبار فيه ناس بيوصقوا حقيقي طبعا فيه ناس بتوصق بس طبعا حد يبقى عليه قضية وتكتب عنه بس أخبار أنه هو قضية ومش عارف إيه وحادث سرقة ولا مش عارف إيه ده ممكن يتوصق تعرف الفيسبوك أحيانا بيوصق بروبوتس والروبوتس عاملة مثلا في حسابها أن مثلا لو جرائد الكبيرة مثلا مش عايز أقول أسامي جرائد ولكن خمس جرائد كبار هنا في مصر كتبوا عنه ممكن توصق بنفس الاسم اللي مكتوب في الخبر لأن انت كملت الشروط هم مش عارفين ده ولكن هنا يجي بقى دور التنظيم الداخلي أن احنا هنا ممكن نقفل هالو ممكن مثلا لأ دي شخصية مش شخصية عامة فبالتالي برضو الفيسبوك بيراجع كل شوية مش بعد ما يتوصق معناه كده خلاص لأ فيه بارتنرز موجودين هنا أصلا في مصر بيراجعوا هل ده خد العلامة ازاي خدها كده لأ ده مش مايستهلش بيشي بس انت بتأكد أنه لو حد عادي وعمل جريمة واتكتب عنه مثلا خمس أخبار من جرائد قوية ممكن الأكاون تبداعه توصق عادي هنا بقى نقف عن النقطة عشان فيه ناس كتير هتفتكر ان هي ممكن تعمل جريمة عشان يكتب عنها لأ طبعا أنا باخلي مسؤوليتي تماما عن النقطة دي أكيد والقاهرة اليوم بياخلي مسؤوليتي تماما طبعا خالص ولكن سؤالك بيقول انه لو فيه أخبار هتوصق أنا باتكلم ان لو عندك أخبار أخبار معروفة ولو اترجعت من قبل بارتنر بيرفضوك لو انت عامل جريمة طبعا ولكن لو الأخبار موجودة عالمية كبيرة وكتب عنك انك انت بتنتج محتوى هتوصق عادي جدا ومش هتدفع فلوس على التوصيق دات النهائي